باسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين احنا وصلنا لغاية الإصحاح العاشر خلصناها وقبل ما أكمل معاكم عايز أراجع معاكم بسرعة عن المعاني الرئيسية في رسالة كورنسوس التانية احنا عرفنا ان رسالة كورنسوس التانية كانت بسبب ان معلمنا بولس عرف من سيتوس ان الرسالة الاولى جابت نتيجة كبيرة والناس تابت فبالتالي ابتدى يقول لهم قد ايه هو فرحان بيهم وقد ايه هو تعزى بتوبتهم وابتدى يقول لهم يقبلوا خاطئ كورنسوس لأنه تاب وهم تابوا وقعد يكلمهم ازاي يجمعوا العطاية من أجل الناس الفقرة وفرحان بيهم جدا دفت لتربع الرسالة من الإصحاح العاشر اللي أخدنا المرة اللي فاتت لقينا معلمنا بولس الرسول ابتدى يتكلم بحدة تاني زي الرسالة الاولى ليه؟ لأن لو تفتكروا في مشكلة واحدة هي المتبقية من الاربعتاشر مشكلة بتوع الرسالة الاولى مشكلة ايه؟ ان في انبياء او رسل كذبة دخلين وسطيهم بيكرهوهم في قديس بولس الرسول وبيلغلهم كل التعليم اللي هو قدمها لهم وفي ناس تساءت وراهم وللأسف كمان بيعلموهم امور لا طليق على ان هي دي المسيحية واللي كان بيقولها بولس الرسول دي مش المسيحية لان هو ما شافش المسيح وابتدوا يتكلموا كلام فيه كل الغلط ويعلموهم امور وحشة جدا فمعلمنا بولس الرسول احتدت جدا في هذا المجال وابتدى من الإصحاح العاشر وهيكمل النهاردة في الحداشر والاثناشر في نفس القصة دي انه بيهاجم الناس اللي جايين ينحوه ويظهروا هما وياريتهم هيظهروا بكلام كويس كان ساعتها مش هيبقى عنده مشكلة لكن المشكلة ان هما بينحوه وبيظهروا هما بتعليم فسدة وبيعلموا الناس امور لا طليق على ان هي دي المسيحية اللي سمعوها من المسيح طبعا هما كانوا كذبة فاضطر بولس الرسول يثبت رسوليته ويفتخر بنفسه شوية بالرغم انه بيعتبر ان الافتخار ده غباوة الا انه اضطر يعمل كده علشان الناس تصدقوا وتصدقوا وتسيب الرسول الكذبة دول ويفهموهم قد ايه هما بيضللوهم تعالوا بقى نبدأ مع بعض النهاردة لساحة الحداشر والاثناشر اللي هيدوروا حوالين نفس الموضوع معلمنا بولس الرسول بيضطر انه يفتخر بنفسه بالرغم انه بيعتبر ان الافتخار ده نوع من الغباء لان المسيح معلمناش نفتخر لكنه اضطر يعمل كده من اجل الضرورة علشان ينحي الناس الكذبة اللي دخلوا وسطيهم نشكر ربنا انه عمل كده لانه في الاسححين بتوع النهاردة هنشوف حاجات كتيرة اسرار في حياة معلمنا بولس الرسول ما كانش ممكن نسمع عنها ابدا لكنه اضطروا دلوقتي يحكيها علشان الهدف اللي قالوا ده لكن احنا اللي استفدنا ان نعرفنا قد ايه الكديسة عظيم وقد ايه ربنا وقف معاه وكان ليه اسرار كبيرة في حياته تعالوا نبدأ مع بعض من الاب والابن والروح الكدوس الاله الواحد امين لاصحاح الحداشر من رسالة كورنسوس التانية بعنوان بولس يضطر ان يفتخر يريد تستحملوني في الكلام اللي فيه غباء اللي انا هقوله دلوقتي ايوة لاني هضطر ان يفتخر بنفسي والافتخار هو غباء روحي لكن انتم اصلا مستحمليني فانا اللي هقوله ده لاني غيران عليكم لاني لما جت لكم انا خطبتكم للمسيح عشان اقدم للمسيح عزراء عفيفة اللي هو انتم لكني خائف زي ما الحية خدعت زمان حواء العفيفة بمكرها برضو في ناس يخشوا ويخدعوكم ويفسدوا ازهانكم عن البساطة اللي في المسيح فانا عايز اسألكم هما لما جوا لكم قدموا لكم مسيح افضل من اللي احنا قدمناه ولا ادوكم روح افضل من الروح القدس اللي احنا ادناه لكم ولا فصروا لكم الانجيل بشكل افضل لو كان ده حصل كان زماني فهمت انتوا ليه احتملتوهم وقبلتوهم لكن انا عارف ان كل اللي عملوه معاكم انه هما شوشوا ازهانكم لكن اللي انا بقدمه لكم هو اللي كل الرسل بقدموه انا ما نقصتش حاجة عنهم اذا كنتم بتشوفوني عامي في الكلام لكن مش في العلم الروحي وازن انتوا كلكم شهود على كده ولا انا غلط اني لما ظهرت عندكم وكنت معاكم زلت نفسي وكنت متضع عشان انتم ترتفعوا ولا انا غلط ان انا بشرتكم بانجيل ربنا مجانا عشان تبقوا عارفين انا خدت معونات كتيرة من كنايز تانية كتير عشان خطر خدمتكم انتم علشان لما اجيلكم انا ما تقلش على حد لكن انتم تستفيدوا لان حتى احتياجاتي الشخصية ما تقلتش عليكم فيها لكن سددها اخواتكم اللي في مكدونيا وعندكم انتم انا حفظت نفسي تماما من غير ما تقل على ولا واحد منكم ربنا شاهد ان انا ناوي كمان ما تقلش على اي حد في كل المنطقة بتاعتكم بتاعت اخائيا هتقولولي ليه ما بتطلبش مننا واخدت من بتوع مكدونيا هل معنى كده ان انا ما بحبكمش لا ربنا يشهد لكن انا عملت كده وهعمل كده علشان ما تديش فرصة للناس اللي عندكم اللي ممكن يستغلوا طلبي منكم ان هم كمان يطلبوا منكم مطالبات مضعفة او يقولوا ده بولس بياخد احتياجات شخصية منكم انا عايز اضيع عليهم الفرصة دي لان هم ليهم طريقة ملتوية لان ناس زي دول انا باعتبرهم رسل كذبة فعلى مكرين يقدروا يغيروا شكلهم ويعملوا نفسهم كأنه هم رسل للمسيح واستعجب ليه مهو الشيطان نفسه يقدر يغير شكله لشبه ملك نور فمش غريب ان خدام الشيطان كمان يغيروا شكلهم ويعملوا نفسهم خدام بر اللي نهايتهم في الآخر هتكون بحسب أعمالهم الآية 16 عايز اقول لكم انا ما حبش افتخر لان ده غباء وانا مش غبي لكني هعمل نفسي دلوقتي غبي واضطر افتخر قدامكم اللي بتكلم بيه دلوقتي مش كلام تقلدوني فيه لاني هسلك طريق انتو مش متعودين عليه مني كإنسان روحي لكني مضطر في وضع استثنائي اني في غباوة وجسارة افتخر اللي افتخر اللي هقوله لكم ده لان فيه ناس كتير وسطيكم بقوا بيفتخروا حسب الجسد فلازم انا كمان نعمل كده لان دي اللغة اللي انتو بتفهموها دان دي اللغة اللي انتو بتتبسطوا بيها ياريت تحتملوها لان انتو عقلاء لان انتو احتملتوا ناس استعبدوكم وخدوا من وراكم أكل وخدوا من وراكم أمور كتير على حس الخدمة ارتفعوا فوقيكم اهنوكم اما احنا فكنا وسطيكم في هوان وفتعف لكني دلوقتي هتجرق واتطرق الليدهم في غباوة وافتخر انا كمان هل هم كانوا عبرانيين؟ انا كمان عبراني هل هم اسرائيليين؟ هل هم نسل ابراهيم؟ انا ايضا هل هم خدام المسيح؟ اقول كمختل العقل كمجنون انا افضل في الاتعاب اكتر في الضربات اوفر في السجون اكتر في الميتات اتعرقت للموت كتير جدا من اليهود خمس مرات ابلت اربعين جلدة الا واحدة تلت مرات اضربت بالعصايا ومرره جمد تلت مرات انكسرت بيا السفينة ليل ونهار قضيته في العمق في صفر كتير في اخطار سيول في حروب من اللصوص باخطار من اليهود ومن الامم باخطار في المدينة وفي الصحرة باخطار في البحر وباخطار من اخوة كذبين في تعب وكد في اسهار كتير في جوع وعطش واصوام وبرد وعري وفوق ده كله دايما عندي احساس بالمسئولية نحية كل الكنيس مين فرد واحد جوه كنيسة يضعف وانا مضعفش مين يعصر وانا ما حسش بنار جوايا اظن من اللي انا قلته لكم ده كله انا ما بفتخرش غير بالامور اللي فيها اهانة وزللية لاني بفتخر بامور طعفي عشان ربنا يبان ان هو اللي قوي ونجاني وربنا يسوع المسيح وربنا ابو ربنا يسوع المسيح اللي مبارك الى الابد يعلم اني ما بكذبش في ولا حرف من اللي قلته لكم ده في دمشق الوالي بتاع دمشق كان عايز يمسكني فهربوني من الشباك في ثبت من فوق الصور بشكل مهين جدا علشان انجو من ايديه عرفتوا قد ايه انا بفتخر بضعفي بسم الآيب والابن الروح القدس الاله الواحد امين في الاسحاح الحداشر والآية رقم ثلاثة الكديس بولس بيقول لكني اخاف انه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد ازهانكم عن البساطة التي في المسيح الكديس بولس الرسول هنا بيقول الاهل كورنسوس انا بشرتكم عن حياة بسيطة مع ربنا يسوع لكن جولكم ناس يعقدوا الامور ويفلسفوها وبكده شككوكم في الامور البسيطة والمريحة لارواحكم اللي انا كنت بعلمها لكم وانا اخاف عليكم ان الناس دول جوم يعقدوا لكم الامور ويصعبوها واحنا مسيحنا روح بسيط وإلهنا يتميز بالبساطة وإراحة أولاده من هنا أحبائي نستنتج بند جديد في دستور الخدمة وهو علم ببساطة كلمة التبسيط أو البساطة مطلوبة جدا لأن إلهنا إله بسيط وربنا يسوع المسيح كان بسيط جدا وكمان عقدتنا تتميز بالبساطة والتلقائية بمعنى إيه؟ بمعنى إن الكون ده مين خلقه؟ ربنا والإنسان أكتر خليقة مميزة لكنه دلوقتي كإنسان عايش في ديقة وفي ألم وفي تعب وفي ظلم فربنا اللي خلقه ببساطة كده لما لقاه سقط نزل تاني عشان يرده بهذه البساطة وبهذه التلقائية طب وإحنا حياتنا مع ربنا تتميز بإيه؟ برضو ببساطة ربنا يسوع لما نزل علشان يخلصنا ورانا نعيش إزاي هو عاش إزاي بيحب كل الناس وبيحب ربنا جدا أهو تمام كده يبقى إحنا كمان دورنا نحب الناس قوي ونحب ربنا قوي افعل هذا فتخلص بهذه البساطة لدرجة إنك ممكن تلخص كل وصايا الكتاب عهد قديم وجديد في كلمة واحدة بسيطة اسمها اتبعني اللي قالها السيد المسيح للتلاميذ لما جه يختارهم قالها المتة وقالها البوتروس اتبعني يعني قلدني يعني نشوف المسيح كان بيعمل إيه وبنعمل زيه طب وممارستنا الروحية هي لا تخرج برضو عن محبتنا لربنا ومحبتنا للناس بمعنى ليه بنتناول وليه بنعترف وليه بنصلي وليه بنقرأ الإنجيل هي بصراحة علاقة حب ما بيننا وما بين ربنا برضو ما خرجتش عن الوصايا البسيطة طب ازاي الصلاة انت بتحب ربنا جدا فبتكلمه الإنجيل هو كمان بيحبك جدا وبرد عليك التناول كأي اتنين بيحبوا بعض كل نهاية أسبوع هيتقابله ياكلوا لقمة ويبقوا واحد لما بياكلوا مع بعض طبعا عندنا الإفخارستيا بمعنى أعمق احنا بنتحد بالمسيح لكن هي في الآخر مائدة مقدسة تحكمها علاقة حب طب والتوبة والاعتراف أهو كل شهر الشخص لما يكون ليه صديق أو محبوب يخرج معاه ويدردش ويفطفض ويدوروا مع بعض على حل ويشجعوا بعض ويأزروا بعض هو ده اللي اعتراف ما هي الحياة الروحية اللي علاقة حب بربنا الصلاة بنكلمه الكتاب المقدس بيرد علينا التناول بنقابله كل أسبوع وكل شهر بندردش وبنفطفض هي دي الطبا والاعتراف يعني هي دي الحياة الروحية والقانون الروحي أيوة بديلا عن الكلام الكبير أو الصعب بديلا عن كلمة قانون والتزام مع أنها لا تخلو من القانون والالتزام إلا أن هي بوساطة علاقة حب لمحبوب الإنسان يحب الله والله يحب الإنسان فيبادل الله الصلاة يقرى رسالته يأكل مائدته ويتكلم معاه وكذلك محبتنا للناس لا تسرق لا تقتل لا تجذب لا تشتهي لا تزني كل دي النبع بتاعها أني بحب الناس كقريبي حب قريبك كنفسك فما أقترش أجذب عليه ولا أسرق اللي عنده ولا اختصب منه شيء ولا اشتهي شيء مش حقي وتمنى زواله من عنده وما حبش أكبر على حسابه وما حبش أدينه في غيابه فببساطة هي محبتي الغيري هكذا أحبائي الخادم الروحي بند مهم في دستور خدمته علم ببساطة عن أمور بسيطة قدم المسيح البسيط اللي بيحب كل قدم العلاقة البسيطة ما بين الإنسان والله قدم العلاقة البسيطة ما بين الإنسان وأخوه خليك زي مسيحك اللي كان بيتكلم بأمثال وبكصص بمنتهى البساطة لناس بسيطة يفهمها الصغير ويفهمها الكبير الغني والفقير الكل يستوعبها ويحبها ويقتنع بيها ويبقى نفسه ينفذها ترجمة نانسي قنقر